السلام عليكم سنتحدث في هذا الفيديو عن الاسبرد اوبريتور الاسبرد اوبريتور هو اوبريتور جديد نضاف الزر الاس يجعلنا التعامل مع الاري والاوبشكت يعمل اي الاسبرد اوبريتور اسبرد اسمها فرد يعني انت بيكون لديك شيء متجمع وانت بتفردها مثل الاري قلنا الاري هي تجمعه للعناصر في مكان واحد انا اريد افردها يعني اريد اجيب كل انصر لواحده اللي بتواصل الاري مش هتعامل مع الاري كلها على بعضها بديك تديني بمثلا افرد اتضل تدني في ايع لو انا عندي فانشن بتاخد مجموعة من البراميتور والقيم اللي انا اريد اديها ل TW met موجودة في الاري على تحضل الاري مثلا عندي ف تخد تلاتة براميتور انا اريد استدعيها او ليدي القيم اللي موجودة داخل الاري دي لو انا اديتها الاري فكده هو يتعمل معي قاقيمة واحدة يعني الاري كلها على بعضها حتة واحدة هتروح لأول براميتر عند اللي هو الا طيب انا مش عايز كده انا عايز الواحد يروح للاا والاثنين للبي والتلاتة للسي فالطبيعي ان انا هقوله array of zero و array of one و كما array of two عشان اطلع كل عنصر لوحده ده اللي بتعمله السبريد اوبريتور هي هتطلع لي العناصر لوحدها يعني كل عنصر يبقى في مكان لوحده طيب بتعمل ازاي السبريد اوبريتور السبريد اوبريتور تلات نقط تلات نقط كده واربعات وبكتب اسم ال array بتاعتي يبقى انا كده بقوله اعمل لي فرد لل array دي افردها لي خليني كل عنصر لوحده فيبقى الناتج بتاع الابريتور عندي هنا انه كل عنصر موجود لوحده يعني 1,2,3 هو ده السبريد اوبريتور تعالوا نشغل ونشوف قال لي 6 الواحد زائد 2 زائد 3 طيب تعالوا كده نجرب ال array لوحدها من غير السبريد اوبريتور نشوف الناتج قال لي 1,2,3 بعدين ضف عليها كلمة وكنتبع canada undefined terminology يجعلني فرد للأرىي بتاعته ويجعلني كل عنصر لواحده جميل الاسبرتو بوليتور مش بيعمل فرد للأرىي بس هو ممكن يعمل فرد للفاريابول طيب أنا الفاريابول هفرده أخلي ايه لما تفرد فاريابول معنى كده انك بتزوت حجم الفاريابول بتاعك يعني مثلا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن destructing assignment كنا بنقوله ان انا عندي الري من الفاريابولز A و B و C بتساوي الري من القيم واقوله هنا console.log ال A وconsole.log لل B وconsole.log لل C فاتبعلي واحد واثنين وثلاثة طيب لو شيلت الفاريابول اللي هو اسمه السي. ايه اللي هيحصل انا كده عندي A وال B بس نشيل السي من هنا قال لي واحد واثنين خد على قد العناصر والباقي رماع طيب انا عايز الباقي ده يتجمع لي في الري ويتحط في طيب خلوه مسايا نقوله اربعة نزود اربعة كمان يعني انا بدل ما يبقى عندي A و B و C و D لا انا عايز A و B فيها اول قيمة وطاني قيمة وعايز باقي القيم تتحط في الري وتحفظ في فاريابول اسمه C فانا كده محتاج ازود حجم الفاريابول يعني اعمل له اسبريد فاقول له اسبريد لل C ولو جاء تطبع C نشوف قال لي ان C هي عبارة عن قرية في عنصرين التلاتة والاربعة اللي هي العناصر اللي باقي هنا ولازم العنصر اللي تعمله اسبريد يبقى هو في الاخر يعني الاخر فاريابول هو اللي بتعمله اسبريد ما ننفعش تكتبه في الوست طيب لو ما تكتبه في الوست يعني وهيعرف ازاي انت هستعمل يعني اسبريد الكام عنصر وما يعرفش اللي جاي بعد كده فلو جينا كده نغرب قال لك rest element must be last element rest هو الالمنت اللي انت بتعمله اسبريد يعني العنصر اللي انت بتعمله اسبريد وبيسموه rest element ده المستلح بتاعه فلازم يبقى هو last element عندك في الاري بتاعة الفاريابول ما ينفعش تكتبه له في الوست ولا في الاول ده كده الاسبريد اوبريتور ولما اعمله على الري واعمله على variable عادي طيب احنا قلنا في الاول ان الاسبريد اوبريتور ممكن اعمله على object يعني بدل الري دي عندي object في مجموعة من الخاص for a مثلا بواحد وال b باثنين وال c بثلاثة وال d باربعة ممكن اعمله عليه اسبريد عادي جدا من غير اي مشاكل طيب لو انا عملتو اسبريد ايه هاي ببقى الناتج احنا ما اتكلمنا في الاري شوفنا لما انا مررت الاري لفنكشن كان الناتج بتاعها ايه بتاع الاسبريد عايز اشوف لو انا عمل اسبريد للأوبجيكت ومرره لفنكشن وبرضو لو بعمل اسبريد لألمنت جوه ديستركتنج أسايمنت دي بقى هاسيبها لكم يعني انت حاول تعمل اسبريد للأوبجيكت وشوف الناتج بتاعه هيبقى ايه واجرب اسبريد كذا مره وامل اسبريد لأوبجيكت جوه اوبجيكت تاني يعني اتعال مثلا جوه الابجيكت ده مثلا لو انت عندك ابجيكت تاليه اسمه او فاجرب اعملو اسبريد وشوف الناتج بتاعه هيبقى ايه يللا يحصل لما تعمل اسبريد للأوبجيكت بتاعك وبرضو ألا يحصل لما تعمل اسبريد لأري جوه الري تانيه يعني مثلا لو عمدي الري اولنية فيها مثلا واحد واثنين وعايز اعمل سبريد الري التالت اسمها ايه مثلا فشوف ايه الناتج بتاع الاسبريد وهل هينفع ولا لا وجرب دي انا عايزكو تجربوه التجربة والتدريب كتير هو اللي هيعلمك جرب وقول لي ملاحظاتك ممكن تقول ملاحظة في كومنتي تحت الفيديو ولو في حدا غلط انا اتابع معك وقول لك ايه الصح وايه الغلط كده درس النهاردة نشوفك الدرس الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته